موسيقى كل التحيات وأهلا بكم إلى آخر نشرة لهذه الليلة من قناة الجديد في بيروت جمهورية شينوك ترعى في المزارع اللبنانية شركة ضائعة الصيت اعتلت فراغ لبنان فأبرمت عقدا من مافيا إلى مافيات فلا وزير الاحتلال للبيئة يعلم ولا الوزير المنزوعة صلاحيته يدري ولا لجنة البيئة النيابية امتلكت الحقيقة نائب يصرح بالمجهول وآخر ينفي بالمعلوم وطاولة حوار غرقت في النفايات إلى حد نسيان الرئيس والمرشحين والحكومة والانتخابات والقوانين اعطيت شينوك حتى العاشرة من صباح غد لتبيان حقيقة التزوير وما إذا كنا قد وقعنا فعلا في شرك عصابات النفايات التي قد تبرم معك عقدا وترميه في البحر فوضى وبلبلة وقلة حيلة في ملف لا حل له سوى تلزيمه للبلديات فإذا كانت لبكة ترحيل قد كلفت الدولة مليار دولار فلماذا لتأخذ الحكومة الطريق الأقصر عبر دفع مستحقات إلى البلديات ولتتدبر كل بلدية أمر نفاياتها هيبة الحوار كسرتها روائح الترحيل لكن لا شيء يمنع القادة اللبنانيين من استعادة الهيبة ولو على ظهر حوار اذ تخطت السياسيون اللبنانيون خجلهم وشغلوا محركات الرئاسة فدارت العجلات من الرابي إلى بكركي في بيت الوسط رسول رياش جبران حلقت على جناح المفقية المسيحية وزعيم تيار المرد سليمان فرنجي زار بيت الوسط والتقى الرئيس سعد الحريري على توقيت الرياض معلنا من هناك أنه لن يتنازل عن ترشيحه ولا يريد أحراج الحريري في ذلك على قاعدة مبيس وروح حل كرميل الموجودين لقاء بيت الوسط الرئاسي أعقبته زيارة مسائية قام بها الحريري إلى الرئيس نبيه بر حيث أكد بعد اللقاء أنه يريد رئيسا للجمهورية مهما كلف الأمر من فوق كل هذا الهراء اللبناني ثمت هيكل سقط رسميا اليوم فبعد موت سريري وصل النبأ بالوفاة محمد حسنان السحافة سقط عن ثلاثة وتسعين هيكلا وبضعة أقمار مهندس الموقف العروبي أرستقراطي الكلمة رفيق ناصر والذي علم بالقلم أعلن استسلامه اليوم وهو الذي لم يعترف في حياته بأي استسلام إذن الرئيس سعد الحريري يزور الرئيس نبيه بر والكلام سبق مائدة العشاء أنا أعرف أن هناك أربعة مرشحين التقوا في بكركي وقد قالوا أن أي واحد منهم يأتي للرئاسة له الغطاء المسيحي لذلك لدينا مرشح وهو سليمان فرنجي وهو من ضمن هؤلاء الأربعة وكل حر في اختياره هكذا برر الرئيس سعد الحريري من عين التين لدى تلبيته دعوة إلى العشاء مع الرئيس نبيه بر الكلام بأن الأكثرية المسيحية المتمثلة في الطيار الوطن الحر والقوات اللبنانية اختارت العماد مشالعون للرئاسة فلماذا لا تحترم إرادتهم؟ دولة الرئيس البعض بيعتبر المقاطع لحدك عم تتحدث عنه مرتبطة بأكثر من ملاف وتحديدا عم تتحدث عن حزب الله والطيار الوطن الحر معتبر أن عودة سعد الحريري إلى لبنان هي ضمن سلة وبيعتبر حزب الله والطيار الوطن الحر أنه ليش بنا نعطي رئاسة الحكومة لسعد الحريري بشروطه هو غير ما يزي يكونوا بشروط ماني قدار وبالتالي عم يصير التأخير بظل المتغيرات اللي عم تصير بسوريا وتقدم الجيش السورية وحزب الله بهذا الملف أنا رشحت شي حالي للرئاسة الوزارة إنتي أنا شايفتيني أني ريكد أعمل رئيس وزارة مستعد تدخلنا على أسل الحكومة إذا كانت هناك مشكلة أنا في مجلس نواب وفي نواب هني بالآخر بيقرروا بالاستشارات مين هو رئيس الوزارة بس ما حدا يحطه فيني سعد الحريري بدوا رئيس جمهورية مهما كلف الأمر سعد الحريري عم المستحيل بس ما كانوا كل ناس قاعدين ونيمين على رئيس الجمهورية وما حدا عم بييحكي برئيس الجمهورية وما حدا صار سرنا نحكي يعني بملفات بالبلد مقيلها طعمي يعني مش حرام انه نوصل نوصل بعد تسعة عشر شهر وما حدا عم بيحكي يعني انت شوفي برتدي صامر كان حدا عم بيحكي برئيس الجمهورية كان حدا جايب سيرة mijس، عملت مبادرة عملت مبادرة لحتى نحط الرئيس الجمهورية بمكانة بس من رح ننروح بس نمرح نروح نرشح أحد من 8 أزار شو معناتها نحن عم نترك كل مصالحنا كل كل يعني عم نشوف انه ما احدا اكبر من بلده صح ولا لا نحن عم نشوف انه اهم شي هو البلد فلزلك انه والله الموضوع بيتعلق بسعد الحريري او يكون رئيس حكومي ولا ما يكون رئيس حكومي صدقوني هيدا الموضوع وقال واذا سليمان فرنجي انا لا حكيته فيها ولا طلبته فيها ولا نفتح الموضوع فيها هو اللي حكى هو اللي اقترح وبالعكس يعني انا اذا انطلب مني اني استلم هيدا الوظيفة ما جوابنا على السؤال اساس انه بده ان يرجع سعد الحريري بشروطه انه هزبه له ولا انه ترجع بشروط حدوك سعد الحريري برجع بشروطه شكرا وذكر الحريري الجميع انه عندما جرى تعيين نجيب ميقاتي رئيسا للوزراء خلفا له احترم الموضوع على الرغم من انزعاجه منه وترك اللعبة الديمقراطية تأخذ مجرها فلماذا لا يحصل ذلك الان رئيس طيار المرد سليمان فرنجي يؤكد التنسيق مع الحلفاء ويقول انه لن يحرج الرئيس سعد الحريري باعلان انسحابه من المعركة الرئاسية والحريري يقول ان كلامه من ذهب ترحيب الرؤساء رحب الرئيس سعد الحريري برئيس طيار المرد سليمان فرنجي في بيت الوسط قرابة الساعتين تخللها غداء على شرف الزائر لينتهي اللقاء بقول فرنجي انه بعدما هدأت النفوس اصبح معروفا من كان فعلا صديق الرئيس رفيق الحريري ومن كانت لديه علاقات سياسية به على الرغم من الاختلافات احيانا في وجهات النظر انما المحبة والاحترام كانا دائما موجودين واكد فرنجي التوافق مع الرئيس سعد الحريري حول الواجب الديمقراطي لكل لبناني ولكل استحقاق مشيرا الى ان هذه الامور ستستمر خصوصا ان هناك جلسة مقبلة في الثاني من اذار المقبل نحن نعم نعمل شيء الا بالتنسيق مع حلفين يعني هيدا اللي الاساس انا دائما بقول يمكن عندي فرص قد غيري ما بدي اقول اكتر نحن عم نقول لن يكون هناك رئيس دامورية في لبنان مش معلي اذا بدنا نحكي توافق وطني اكيد توافق وطني نحن عم نقول كل الخطوة بدا تتخذ بدا تكون من الساعة مع الحلف نحن والرئيس الحريري متفقين على كثير من الامور واذا البعض بدوا انه الرئيس الحريري للشحنة تا يستعمله بالجو الطائفة والمذهبة ويحقن وياخده وراء بايده تا يستفيد منه سلبيا لضرب هذا انا انا مصدق للرئيس الحريري اتفاقه مع الرئيس الحريري او تفاهمه مع الرئيس الحريري واضح اما بيطلبوا مني كاسلمان فرنجي انسحب تا احرج الرئيس الحريري ومثل ما هني بيحبوا يقوله مسيحيا انا مش هويته احرج شخص كان ادم معي وكان شهم معي وكان زو اخلاق بترشيحي بهذا الموضوع انا مني هون انا عم بقول اليوم ادانكم عم بحكي ادانكم اي انا لا احرج احد من الذين تبنوا ترشيحي لا احرج احد مين بده يشح الجناد على العون او يقبل في الجناد على العون انا ما عندي بشكل بهذا الموضوع ولد مغادرة فرنجي سئل الحريري عن تعليقه على التصريح فاكتفى بالقول ان كلام فرنجي من ذهب وكان الرئيس الحريري قد قال امام الصحفيين انهم ملتزم ترشيح فرنجيه ونقطة على السطر الحريري التقى ايضا قائد الجيش العماد جون قهوجي والنائب محمد الصفدي اضافة الى السفير البريطاني هيوغو تشورتر الذي امل ان تساهم عودة الرئيس الحريري في تفعيل الملف الرئاسي مؤكدا استعداد بلاده للتعامل مع اي رئيس ينتخب مؤكدا ضرورة انتخاب رئيس للحقول دون انهيار مؤسسات الدولة ومواجهة التحديات وزير الخارجية جبران باسيل اكد بعد زيارته البطريار كراعي في بكركي ان الخلل في موقع الرئاسة ينعكس على المواقع الاخرى بيحصل خلل برئاس الجمهورية بدنا نفهم انه هذا الخلل بينعكس على كل المواعي الاخرى ما حدا يتخيل انه فيه يكون فيه اصابة للتمثيل في موقع رئاس الجمهورية ونبقى بمنقى عن هاي الاصابة وعن هيدا الخلل بمجلس النواب او بالحكومة او بالادارة الايديا اللي بتنمد على رئاس الجمهورية بتنمد على الادارة الاستخفاف والتغاضي وكسر الارادة المسيحية لما بيصير بموقع بيصير بكل المواقع ولما بيتصحح بموقع بنعكس ايجابا على كل المواقع مشان هاك بدنا نعرف انه نحنا بأزمة مترابطة ما فينا نفك ضيئة عن التانية لما منصحح ومنحترم العيش المشترك ومسائية الصيغة يلي نحنا بظلة بيتم هيدا الشيء على كل المواقع مشان هاك نحنا اليوم علينا نزاوج بين الدستور والمساء رئيس مجلس النواب نبيه برري يحدد التاسع من الشهر المقبل موعدا لجلسة الحوار وبعد جلسة اليوم يقول في الجلسة المقبلة سنلتزم جد ولا الأعمال في جلسة الحوار حضر الجميع باستثناء الجنرال ميشيل عون ورئيس اللقاء الديمقراطي وليد جملاط النائب سليمان فرنجي كان أول الواصلين وأول المغادرين بدأت الجلسة بتطرق رئيس المجلس نبيه برري إلى ضرورة تفعيل العمل التشريعي بعد نجاح المتحاورين في إطلاق عجلة العمل الحكومي وأبرز المداخلات كانت لرئيس الحكومة تمام سلام الذي أبلغ الحاضرين بأجواء مؤتمر المانحين في لندن تلتها مداخلة للرئيس نجيم ميقاطي تناولت ضرورة العثور على حل لأزمة النازحين وتحديدا الذين باستطاعتهم أن يعودوا إلى الأماكن الآمنة لا يوجد سجال في لفة نظر أن حجب المشكلة موضوع النازحين يصبح كثير كبير لدينا نوع ما نعرف من هي الهيئة التي تتابع موضوع النازحين بكل جوانبها جوانبها الصحية والاجتماعية والتربوية وموضوع الأمنية كلها يتاقلتها تساؤل عليها على أن أزمة النفايات كانت الحاضرة الأبرز وعلم أن الرئيس سلام طلب إلى مجلس الإنماء والإعمار انذار شركة الشينوك البريطانية 48 ساعة لتوضيح قانونية الصفقة إلى روسيا لكن النائب الممدد سامي جميل كان نجم الجلسة فخرج بتصريح الناري وصف الصفقة برمتها بالمسلسل المكسيكي يلي عم بيصير بهذا الملف يعني فاق كل يعني ما بعرف يعني هيدا فيلم مكسيكي صار حقيقة يعني يلي فشل بإدارة هيدا الملف يلي سرق اللبنانيين على مدى 15 سنة يلي غطى الفساد يلي غطى الفشل يلي غطى الكوارث البيئية يلي هي باستلام شركة سوكلين على مدى 15 سنة يلي هو مجلس الأمماء والأعمار هذا المجلس منه مخول يكمل بإدارة هيدا الملف هيدا المجلس يلي أثبت فشله بضبط الفساد وبحل مشكلة مستدامة المشكلة النفايات منه مخول يكمل بإدارة هيدا الملف موضوع لسياد الشيخ ساني على بوية مكان في مشكلة تتعلق بموضوع الترهيل وطريق التعاطب أما الوزير جبنان باسيل فأكد بعد النقاش الذي جرى حول أزمة النازحين أنه يجب التمييز بين النازح الاقتصادي والأمني تؤمن عودتهم إلى سوريا منذ الآن تدريجية مرحلية موضعية مناطقية بشكل أنه مع الحل السياسي تكون عودتهم نتأمن هيدا جزء من الحل السياسي مش ما يقترح علينا بالمجتمع الدولي أنه من بعد ما يصير حل سياسي استدباع بالأوضاع السورية أمنية وإعادة أمار سوريا ساعتها عودتهم اختيارية النائب الممدد طلال أرسلان رأى من جهته وبعد عودة الحديث عن خطة المطامر أن لا إمكانية لإقامة مطمر في منطقة الكوستابرافا النفيات كانت سيدة الموقف اليوم بالجلسة بعد مبدأ الحكومة بالتعاطي بهذا الموضوع مع الترحيل ولح تبين أو لح يحسم هذا الأمر خلال الأيام المعدودة القادمة بعد تفاصيل ما نبحث تفاصيل بس المبدأ الترحيل وإذا ما صار الترحيل لكل حديث يسأله حديث بس اللي عم يحكي بالكوستابرافا يخيط بغيرها المساعدة وأعلن الرئيس نبيه بري أن في الجلسة المقبلة التي ستعقد في التاسع من الشهر المقبل سيصار إلى حصر النقاش في جدول الأعمال أدم شمس الدين قناة الجديد لجنة البيئة تقرر الاجتماع المقبل وتنتظر الرد الروسي لترحيل النفايات وإلا فالعودة إلى المطامر ثمانية أشهر مرت على أزمة النفايات وبعد ساعات من الاجتماعات والصنباط الحلول يبدو أن المشكلة باتت روسية فقد ناقشت لجنة البيئة النيابية موضوع الترحيل واستمعت من الوزير المكلف أكرم شيب إلى مسجدات هذا الملف متمنية تعميم مبدأ الفرز عبر البلديات واعتماد المطامر الصحية وفي غضون الساعات المقبلة في حال لم يأتي أي جواب من السلطات الروسية يؤكد استعدادها للاستقبال النفايات اللبنانية يعني أنه لابد من العودة إلى حل المطامر إلا أن أراء نواب اللجنة كانت متناقضة إلى حد كبير فقد أكد النائب علي عمار أن حل الترحيل رحل والعودة إلى المطامر في حين أشار النائب أمين وهبي إلى أن الرئيسين تمام إسلام ونبيه برري تبلغا مفاقة روسية مبدئية وأن هناك بعض النقاط العالقة وتحديدا عند وزارة الداخلية الروسية ورأى نائب ثالث أن المشكلة روسية لا لبنانية كل عملية الترحيل كلنا عم نصفها بأننا عصفوريين عملية جنون لا مالية مقبولة لا تقنيا مقبولة إنما بهيد الجو العصفوري اللي بالبلد السؤال بدم ينطرح شو البديل بد يؤدي ربما إلى انذار الشركة وعدم توقيع العقد عدم توقيع العقد يسقط كل خيار الترحيل وبالتالي شو بيرجع على طاولة اللبنانيين نفاية بالطرقات وبالوديان وخيار وحيد مرحلة اللي هو أن يتفقوا على مطامر صحية شو صحيحة اليوم الحديث عن أن هناك بعض الوثيقة المزورة يبدو بأنه إحدى الوثيقة مزورة يعني عرضت على السفارة للتأكد من صحتها وتبين منها غير صحيحة الوزير الشهيب أكد من ناحيته وفي اتصال مع الجديد أن الأوراق قانونية إنما تحتاج إلى بعض التواقيع وأن السلطات اللبنانية أعطت الشركة مهلة حتى العاشرة من صباح يوم الجمعة المستوى المتوسط والطويل لإدارة نفايات عبر البلديات والجهات المركزية الأخرى هيدا وين صار؟ مسؤولين مباشرة في وزارة الدخلية ويني وزارة الدخلية؟ من تنظيم هذه اللجنة مع وزارة البيئة والوزارات الأخرى المختصة ومجلس الماء والأمهات من التقنيهم الفلديين لبنهم يشرفوا على البلديات وين أموال البلديات هل هن جاهزين؟ ويني اللجنة الفنية؟ مين شكلها؟ أو لا ما شكلت؟ مين عم بيتابع المشروع؟ حتى لو بدك تبدأ إذا مثل مع مين قال لدارة المستدامة بدأ سنتين تتحضر تصير جاهزة هل بدأنا بالتحضير؟ أو كم من أنطر سنتين تنقول يجب أن نبدأ؟ وفي رأي النأب مخيبر لابد من إعلان حالة طوارئ بيئية في ظل الوقائع الراهنة لسيما أن المواطنين يريدون حلا لهذه الأزمة المتفاقمة على أن يصار في الوقت عينه إلى محاسبة المقصرين في هذا الملف لبنان خسر ورقة لوتو في ملف نفايات عرض كان مغريا جرى تهشيل في عهد حكومة الرئيس ميقاتي وفي عام 2012 تحديداً وصل إلى وزير الداخلية العميد مروان شربل عرض من شركة أجنبية لحل أزمة النفايات حلاً نهائياً في لبنان هالملف هو أنه هني بيشتروا الأراضي هني بيعمروا المعامل وطلبوا بتذكري أنه تكون معامل الأراضي أنه نساعدوا أن يشتروا الأراضي على البحر لأنه هني بيستفيدوا من البواخر ممكن أنها تجي وتشطط على البحر ليأخذوا الجاز دوميتان يلي بيتولد من هالموضوع هذا وطبعاً بيوردوا كل الأشياء يلي من بعد الفرز يبعتوه كرتون وبلاستيك وإشياء مثلها كان القفر مجان على الدولة اللبنانية بالأول كان بده نوع من بدل بس بالمفاوضات مع وزير الداخلية وكذا طلب أنه يكون سفر على الدولة اللبنانية ومثل ما طلبت فوضنا الشركة قبله بسفر أنه ما يدفعوا لفرنك يعني نحنا مكبب بلاش ما في لحر ولا طمر أبداً يعني هذا المشروع كان بالنسبة للدولة أنا اتفاجأت فيه يعني ورقة لوتو جاي مبسوط فيه أنه هلأ بدو يتعربطوا فيه المهم انطرح ولم يقر أحلم هيك مشروع ما بقى رح يصير الدولة ما بتدفع ولا فرنك وهالجماعة مستعدين حطوا أنتو القرامتين اللي بدكن ياها ووقت اللي منجتمع نحنويهم بتقولولون أنتو تتنفزوا هالشيء هده بدنا تدفعوا غرامي إذا ما نفستو العرض لم توافق عليه الحكومة اللبنانية وبذلك خسر اللبنانيون ورقة اللوتو في ملف النفايات يعني موضوع كتيري كانت لحين وصل دورنا وآخر شي بناء اللي الحاح قلت له يعني رئيس الحكومي رئيس مئاتي ساعدنا بهالموضوع حقيقة ورئيس الجمهورية كمان وتألفت لجنة لجنة رئيسة الرئيس سمير مقبل تعرف بين الاجتماع والاجتماع ترحلة شي جمعتين ثلاثة شهر شهرين مرات حسب ما تكون فاضة عملنا عدة اجتماعات إلى حين توترت الأجواء بالحكومة رفض الحكومة هذا العرض أوصل البلد إلى ما هو عليه اليوم في أزمة النفايات والشركة تراجعت عن عرضها البيتجي اللي كانوا يشيلينا يعني استعملوها بغير محال والوضع الأمني مخوفون شوي وهني ما حسونا أنه إحنا جديين هني تعبوا معنا لا لقوا هالملاق وعطيونا كل شي يعني أنا ما طلبت شي إلا ما قالوا بأمرك بطل عندهم اهتمام يعني اتصلنا فيهم آخر بره من ستة شهر هني كانوا جددوا لتوكيل سنة فسنة جددوا على ثلاث سنوات بعدين لما معيت حدا حكينا أنا معت طلبت تجديد لأنه بطلت أنا مبين جد الوضع اليوم مختلف ونعيش في عز الأزمة ووصلت خطة الوزير الشهيب إلى خيار الترحيل وفي ظل الحديث عن تزوير في وثائق الشركة التي جرى تلزيمها هناك عرض مغر للحكومة اللبنانية لترحيل النفايات إلى دولة أوروبية وبتكلفة منخفضة قياسا على ما جرى تداوله هذه شركة تانية اسمها ايكو جيتيني هذه شركة بلتفيا لتفيا هي بالكوميونيتي أوروبيان يعني بلد من بلدان تشينغن وهو دي مراكبين أكبر معمل ببلاد البري بلتيكا يعني بلاد البلتيك اللي هني حد اسطونيا وسكندنافيا وكل هالبلدان عم بيقلي المحامة وقال كنا عم نتناقش به الموضوع قال لي أنا قدام الطلب وأحب بمجلس الوزراء هلأ بالأمانة العامة حاول ترحيل النفايات حاول ترحيل النفايات بـ 80 دولار على دولة أوروبية هلأ أول شركة راحت وتاني شركة مثل ما عم نقرأ بالصحف يعني ما بعرف إذا رح تكمل ولا ما رح تكمل ونحن نطرين هلأ نشوف الحكومة شو بدأ تاخد موقف إذا بدأ ترجع تفتح الباب للعروض لأن هذا عرض جدة وهذا بـ 80 دولار هو الأرخص فوتت حكومة الرئيس ميقاطي أهم عرض لحل أزمة النفايات في لبنان وما فاته لن يعوض اليوم حكومة الرئيس سلام أمام عرض يحل الأزمة ويوفر أموال طائلة على خزينة الدولة فهل تتكرر الغلطة؟ وزير التربية ليس أبو الصعب يؤكد اعتراضه على مسار الترحيل منذ بداياته متوعدا المسؤول عن خداع مجلس الوزراء بهذه الخطة بالحساب تقرير جاد غصنة بعد سبعة أشهر على احتلال النفايات الشوارع وشهرين على بدء مسار خطة الترحيل التي أعلنها رئيس الحكومة أمام سلام ووزير الزراعة أكلمش هيب يبدو أن الشركة المكلفة التصدير إلى روسيا شركة مزورة النتيجة أن ملف النفايات يعود إلى نقطة الصفر غير أن وزير التربية ليس أبو صعب متحدثا باسم الطيال الوطني الحر يؤكد أن مجرى لن يمر مرور الكرام داعيا لمحاسبة من أقنع الحكومة بهذا الحل المزيف يمكن وأنا بدي أقول رئيس الحكومة بدي يتخلص من الأزمة ما بدي يكون في شيء معرقل ولكن بدي أنزل تحت مستوى رئيس الحكومة مين اللي خدعهم الكلام سهل بس أنا ما عم بحكي لها زيد أنا عم بحكي لها حتى أقول يمكن صار وقت فعلا حتى يتحمل هالمسؤولية حدا يحاسب على هالخديعة اللي مرأنا فيها من أربع خمسة شهر إلى هلأ اللي أقنع رئاسة الحكومة والوزراء اللي مشوا بهذا الموضوع بدوا يتحملوا المسؤولية على هذه الحرارة سينعقد مجلس الوزراء الخميس ومن أسباب النبرة العالية المسال غير القانوني الذي قرره مجلس الوزراء منذ انطلاق هذه الأزمة اللجنة اللي نحنا كنا فيها آخر مرة كانت عم بتناقش وين بدنا نلاقي مطامر صحية ومن وقت ما عادت اجتمعت اللجنة وفجأة صار الملف بإيد فريق آخر خارج اللجنة مطامر عم نحكي شهر عشرة أو محدع عش تماما من وقت له هلأ اللجنة ما عادت اجتمعت ولكن صار فيه تكليف خاص وزارة البيئة نحنا عملنا مطالعة طويلة عريدة بمجلس الوزراء لحتى هيدا الملف يطلع ملف سوكليم بوقته يطلع من مجلس الماء والأعمار وتتكلف وزارة البيئة بهيدا الملف وهيك صار أخذنا قرار مجلس الوزراء وكلفنا وزارة البيئة تهتم بالملف فجأة بطل موضوع بإيد وزارة البيئة رجع على مجلس الماء والأعمار إنما مش هون الخطورة الخطورة أنه نحن مش عارفين حالنا بمجلس الوزراء مين هي هالشركة مين أصحابها للشركة مين بيملكها للشركة ولوين عم بترحل نفياتها هل رايحين يكبوهم بالبحر مجلس الوزراء تحت الضغط أخذ كذا قرار أنا في أكد لك طيار الوطن الحركي معترض على كل قرار ومعترض بشكل جدي بصعب يؤكد أن الحل هو في العودة إلى دور البلديات الذي يحدده القانون باعتماد الدولة لمطمر صحي كسائر دول العالم وليس من منطلق الاعتبارات الطائفية والمناطقية جدغسن قناة الجديد مرسلينو ضحية جديدة من ضحايا الفلاثان الأمني 26 سنة ربعت ابني كل شبر بندر يخدوه مني هكبها البساطة في الثامنة من مساء الثلاثاء فقد سهيل ضماطة ابنه الوحيد مرسلينو في التاريخ نفسه الذي فقد فيه زوجته قبل 23 عاما بعد إصابتها بالسرطان لكن مرسلينو لم يقطفه المرض بل يد الغدر حيث قضى متأثرا بجراح انطلقها من شابين أقدما على طعنه بالسكاكين في ساحة السسين كمشون اتنين زعران واحد فلسطيني واحد لبناني كمشون المخفر في جاية الساعة كمشون أهل الحي وقفوه كانوا وصلوا دورية الاستقصار كمشون أخذوه وابني مات على الأرض حرقوا لقلبي الله يحرق بقلوبه في التفاصيل أن مرسلينو كان بمرافقة خطيبته استفاني حيث وقدم شابين على متن دراجة نارية على توجيه كلام موسيء إليه أدى إلى استفزازه لتطور الإشكال من تدافع بالأيدي إلى طانم بالسكاكين وقفين كانوا على الإشارة وبيجوا شابين ماشيين على الطريق وبيستفزوا بحكيهم هن ماشيين طلعوا وطلع رأسهم من الشباك أهل الفقيد لا يطلبون أقل من عقوبة الإعدام على تلك العقوبة تكون عبرة لكل خارج عن القانون ولكل من الفلسطيني أحمد سعد من موليد عامي 97 ولبناني حسن فقيه من موليد عامي 84 وقد أقفان مباشرة بعد الحادث وأدعى التحقيق عايب هنحن ببلد فلتان ولاد زعران مخدرات كل واحد حامل سكيني وسلاحه وماشي على مزاجه وبيقتل بولاد الناس لازم ينعدمه نقطع السطر هالقد هيدا هو الحساب العدالي إذا ما تحققيت أنا عم بقلك على الأعلان أنا بييد شخصيا ومساء أقامت منصقية بيروت ومصلحة الطلاف في القوات اللبنانية وقفة استنكارية للجريمة في صاحة ساسين إخبار من حملة بدنان حاسب حول تزوير مستندات في صفقة النفايات وأخبار أخرى في فانوراما محلية لعنان زلزل تقدمت حملة بدنان حاسب بإخبار إلى نيابة العامة التمييزية حول تزوير مستندات في صفقة ترحيل نفايات وقد تورط في التزوير مسؤولون لبنانيون أنه ثبت مجموعة معطيات تتعلق بشركة شينوك أقل له أنه هذه الشركة مشبوهة تقيم في مركز في لندن على عنوان واحد مع 36 شركة بعد لقائهما في مبنى السفارة روسية أكد رئيس حزب التوحيد العربي وياموهاب والسفير روسي استمرار الحرب على الإرهاب في سوريا لتحرير الأراضي السورية من الإرهابيين المعركة على الإرهاب لن تتوقف في سوريا والمصاري السلمي لا علاقة له بالمعركة على الإرهاب يستطيع المصاري السلمي أن يسير والمعركة على الإرهاب ستستمر رغم كل الصراخ الذي نسمعه من بعض الدول المتضررة من هذه المعركة على الإرهاب فالمعركة على الإرهاب أعلن وزير الصحة ويل أبو فاعور أن بعض الملح غير مطابق للمواصفات ويشكل خطرا على الصحة بسبب عدم وجود النسبة المطلوبة فيه من اليود مؤكدان إقفال كل ناد رياضي تضبط فيه منشطات وهرمونات لأنه عدم وجود اليود بالملح بالنسبة المطلوبة بالقانون يؤدي إلى إصابة المواطنين بأمراض الغد الدرقية وضعف في جهاز المناعة زيادة الحساسية ومشاكل في جهاز التنفسي وانخفاض في مستوى الطاقة الجسدية والدهنية أقام رئيس وعضاء غرفة التجارة والصناعة في بيروت جبل لبنان احتفالا تكريميا على شرف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لا أخفيكم أن الوضع الأمني في البلد مسار قلط لنا كمؤسسات عسكرية وأمنية على مدار الساعة وعلى رغم الإنجازات التي حققناها نوعا وكما إلا أن وطننا تتهدده الأخطار من كل حدب وصوب هناك الخطر الإسرائيلي المستمر منذ كان القيان الصهيوني كذلك الإرهاب التكفيري الذي يتسلل بأوجه عدة ليدرب لبنان التنوع والتفاعل الحضاري والثقافي كرمت نقابة مكاتب السفر والسياحة في لبنان وزير الأشغال عمه نقل غازي زايتر بحفل غداء بحضور رئيس النقابة جون عبود ورئيس الفخري لها أنتوان مسعود فإن للقطاع الخاص دور هام وحيو في تنمية وازدهار وتطوير قطاع السياحة لا سيما وكالات السياحة والسفر فأنتم مدعوين لتكثيف النشاطات والمساهمة في النهوض في هذا القطاع زار وزير الاتصالات بطرس حرب مقر شركة ألفا في فرن الشباك حيث التقى إدارتها والعملين فيها وأثنى في كلمته على الجهد المبذول من قبلهم للارتقاء بقطاع الاتصالات وأكد حرب أنه بالتعاون يمكن حل كل المشكلات التي تواجه قطاع الخدمات في لبنان في الضاحية الجنوبية لبيروت دوا انفجار مساء في الطبق الأولى من مبنى مهجور في محلة بعجور برج البراجنة تبين أنه ناجم من قنبلتين يدويتين وأدى الانفجار إلى إصابة السوري فادي أحمد أبو بيض من مواليد عام 88 وتسبب بحريق صغير عمل الدفاع المدني على إخماده وقد نقل الجريح إلى مستشفى بهما واستحراسة أمنية مشددة وبعد تفتيش الشقة عثر فيها على مبلغ 6200 دولار أمريكي وقد تبين أن أحمد أبو بيض ذو سيط سيء لجهة تعاطي وتجارة المخدرات بعد الفاصل ألموني عليكم والصواريخ علينا أحييكم من جديد أكثر من 28 قتيلا وعشرات الجرحة في انفجار يهز العاصمة التركية أنقرة قتل نحو 28 شخصا وأصيب العشرات في العاصمة التركية أنقرة عندما انفجرت سيارة ملغومة لدى مرور حافلات عسكرية قرب البرلمان ومباني حكومية ومقر الجيش التركي وقال متحدث باسم الحكومة أن الانفجار وقع قرب تقاطع المزدحم على بعد أقل من 500 متر من مبنى البرلمان في شارع استفض على جانبيه السيارات العسكرية وقد غطت سحابة دخان كثيفة سماء المنطقة وفيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير قال مسؤول أمني تركي رفيع المستوى أن المؤشرات الأولية تؤكد مسؤولية حزب العمال الكردستاني عن الانفجار لكن مصادر أمنية في جنوبي شرقي تركيا ذي الأغلبية الكردية أعربت عن اعتقادها أن المتشددين الدولة الإسلامية هم المسؤولين عن الانفجار هذا وأعلن مكتب رئيس الوزراء أحمد داود أغلو أنه ألغى زيارة كانت مقرارة إلى بريكسل كما قام رئيس رجب طيب أردوغان بتأجيل زيارته المرتقبة إلى أذربيجان وقد تعهد أردوغان بالرد بقوة على من يقف وراء التفجير لافتا إلى أن الخسائر التي تحدث تختبر صبرنا وحقنا في الدفاع عن أنفسنا نستخدمه في كل وقت وفي أي مكان وقال في مؤتمر الصحفي إن معركتنا مستمرة ضد الإرهابيين والقوى التي تقف وراءهم ونزداد كل يوم قوة وإسرارا لم يكن ينقص العدو سوى وسواس الأمونيا والمشكلة أنه يأخذ كلام السيد حسن نصر الله على محمل الصاروخ تقرير هادي الأمين نملة نووية بمعنى كم صاروخ من عنا زائد هؤل حاويات الأمونيا بحيفا نتيجتهم نتيجة قنبلة نووية إلى ما بعد بعد حيفا لكن صواريخ الحزبة هذه المرة ليست تقليدية فتهديد السيد حسن نصر الله بضرب حاويات الأمونيا في إسرائيل كان كفيلا بأن لا يبيت المسؤولون الإسرائيليون ليلتهم قبل تحليل الخبر فقد تعود الإسرائيليون جدية نصر الله في تهديداته ويؤكد الخبراء أن أمام المقاومة أهدافا لمعامل كيميائية في الأراضي المحتلة أشد خطرا من الأمونيا على الإسرائيليين في حال جرى قصفها فما هي مادة الأمونيا التي هدد نصر الله بقصفها وفيما تستعمل؟ غاز الأمونيا هو غاز مشكل من ذرات النيتروجين ذرة نيتروجين وثلاث ذرات هيدروجين الآن أتش ثري غاز الأمونيا يستخدم بدرجة أولى لكسماد يعني لإنتاج الأسمدة الكيميائية لزيادة المحاصيل الزراعية يستخدم كأدوات تنظيف يعني جزء يعني بنسبة معينة بمحلول معين لأدوات تنظيف المنزلية يستخدم كبعض جزء منه ككريمات يستخدم كذلك في المتفجرات كذلك يستخدم كغاز يعني مضغوط لتوليد الطاقة الكهربائية خطاب الصيد نصر الله زاد الإسرائيلية خوفا فأكد وزير البيئة الإسرائيلي خطر خزان الأمونيا الأمني والبيئي على الإسرائيليين لكن ما تبيعاته قصف الحاويات وهل الأمر يشبه فعلا إلقاء قنبلة نووية؟ طبعا لما بيكون فيه كميات كبيرة من إنتاج يعني الأطناع من إنتاج الغاز الأمونيا وبيجي صاروخ وبيضرب هالمصنع هذا النتيجة طبعه أشبه ما يكون بيئة القنبلة النووية يعني النتيجة التدميرية لإله لأنه ينتج طاقة هائلة طاقة حرارية هائلة كل حاوية تستلزم صاروخا واحدة فيشعلها فينتشر الغاز وهو غاز سام ولا يمكن احتوائه ويمكن أن يهدد بقعة من الأرض وفقا للكميات التي يقال أنها موجودة يمكن أن يهدد بقعة من الأرض بقطر يتراوح بين 3 إلى 7 كم رد وزير الصحة الصهيوني على كلام السيد بأن إسرائيل تعمل لنقل حاويات الأمونيا إلى جنوبي الكيان فهل يزول الخطر؟ نقل فيه بالنسبة للإسرائيليين بعض الإيجابيات وفيه السلبيات في السلبيات أنه في أي مكان ذهبت هذه الحاويات هي ستبقى في مرمى سلاح حزب الله والسبب قاله السيد البارحة بأن كل النقطة في فلسطين المحتلة أصبحت بمتناول القدرات الصاروخية لحزب الله ثم إذا ذهبت بها بعيدا إلى النقب على سبيل المثال حيث ينخفض عدد السكان فإن استثمارها والعودة بمفاعلها إلى الداخل أيضا أمر مكلف خطاب نصر الله أشعل مواقع التواصل الاجتماعي فتداول الناشطون أكثر من هاشتاج في الحرب الثالثة وفي الحرب القادمة وبطريقة ساخرة قالوا للعدو الأمونيا عليكم والصواريخ علينا في مصر سقط هرم والقاهرة ودعت هيكلها تقرير مناعشماوي انفرتت اليوم آخر حبة في عقد العظماء في تاريخ الفكر والسياسة والصحافة المصرية والعربية لتنتهي حياة الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل عن عمر يناهز الثلاثة والتسعين سنة قضى حوالي سبعين سنة منها ما بين الصحافة والسياسة والكتابة لتشيع جنزة الكاتب الكبير من مسجد الحسين بالقاهرة وسط حضور شعبي متواضع وعدد قليل من مشاهير الحياة السياسية والفكرية في مصر وسط أسئلة كثيرة حول أسباب عدم تحضير جنازة رسمية تليق بتاريخ هيكل الأستاذ هيكل قيمة قبرها وأكبر رمز صحفي عربي في القرن العشرين في الصحافة المصرية والصحافة العربية مصر ستفتقده ستفتقد قلمه ستفتقد فكره ستفتقد أراءه نسأل مولى عبد وجل له الرحمة وأن يجده عن أعمالي كلها السواب وأن نسأل أيضا لأسراته ومحبيه وتلاميذه كل الصبر والسلمة إن شاء الله بإذن الله 17 عاما قضاها هيكل رئيسا لمؤسسة الأهرام حيث بدأ العمل منذ العدد الصادر في الأول من أغسطس سنة 1957 وكان يومها أصغر من تولى رئاسة تحرير الأهرام سنا على مدى تاريخ الأهرام الطويل لتصل جريدة الأهرام في عصره إلى واحدة من الصحف العشر الأولى في العالم الأهرام كانت جريدة ضمن جرائد عديدة موجودة ولها سمعتها ولها تقلها لكن لم تكن الجريدة الأولى ولم تكن صاحبة المركز الأول الأهرام انتقلت نقلة كبيرة تماما ومختلفة تماما بعد تولي هيكل هو العمل لمبنى الجديد هو اللي نقل الأهرام نقلة تكنولوجية ونقلة فنية ونقلة طباعية مختلفة خالص هو اللي حول الأهرام لعمل مؤسسي بنظر لتجربة هيكل في سر نجاح الأهرام فكتة ما تجي تشوفي كان مين بيكتب في الأهرام وقت هيكل رغم أنه كان منحاز لتجربة عبد الناصر ومش منحاز ده أحد صانعي في فرق بين نكتب منحازة ونكتب أحد الصانعين للتجربة في هذا الرواق كان يسير الأستاذ محمد حسنين هيكل طيلت فترة إدارته لمؤسسة الأهرام يسير إلى مكتبه الكائن هناك بعقل وبحكمة وبسياسة هيكل باتت الأهرام من أهم بالرائدة للصحافة العربية حتى هذا الوقت حتى أيامه الأخيرة كان الأستاذ هيكل في كامل وعيه وصحته يقذ الفكر يعد أبنائه ومريديه باللقاء معهم بشكل دوري في الأهرام فاتحا مكتبه لكل زائر يفكر بعمق في مستقبل المنطقة وكيف ستأول الأحداث إلى تلك التيارات المتصارعة التي يذهب فيها كل ما كان يعرفه هيكل إلى ما وراء السطور وفي صفحات التاريخ لينسحب بصمت مزدلا استطار على حقبة كانت فيها الانتصارات العربية تجدو نغماً أكثر من أي وقت منعشماوي الجديد من القاهرة وهذه نبذة عن سيرة الراحل محمد حسنان هيكل في هذا التقرير عن عمر يناهز 93 عاماً توفي أشهر صحفي وكتاب مصر في القرن العشرين على الإطلاق محمد حسنان هيكل ليفتقد الجسم الصحفي أحد أبرز عمدائه اقتراب هيكل من أغلب حكام مصر وخصوصاً جمال عبد الناصر جعل منه أقرب من مؤرخ لحال النظام المصري عبر العهود المختلفة من كونه مجرد صحفي وهو الذي ولد عام الثلاثة وعشرين وعاصر مليكين وسبعة رؤساء في مصر عليك تدرسي أولاً السعودية إلى أي مدى عوزة إلى أي مدى قدرة الرغبة قد تكون موجودة إلى أي مدى مستعدة للتكاليف لأنني كنت قدام اليمن في اليمن اليمن بركان نائم في جنوب شفا الجزاء العربية وإذا انتجر سوف يجري في كل المنطقة نشأت علاقة هيكل أو الأستاذ كما تعود أن يدعى مع جمال عبد الناصر قبل الثورة بأربع سنوات عام 48 عندما أصر هيكل على السفر إلى فلسطين خلال حربها مع الاحتلال وهناك التقى بناصر لأول مرة حيث نشأت بينهما علاقة وطيدة ليحرر له كتاباً بعد تبوئه السلطة بسنة واحدة عام 53 بعنوان فلسفة الثورة بدأ منذ عام 57 كتابة عموده الأسبوعي في جريدة الأهرام المصرية تحت عنوان بصراحة وانتضم في كتابته حتى عام 94 كما ساهم في تطوير عدد من مراكز الأبحاث المتخصصة في الجريدة المصرية العريقة نحن نتكلم عن إيران نتكلم عن الشيعة ده من وجهة أبلو مرأة ولا بالقرار لكن تعالي أريد أن أقولي الحاجة المهمة إذا أنا أعتقد أننا نتكلم خطأ تاريخي نعمل سياسة خطئة تكاد تتحول لخطأ تاريخي تكاد تتحول لخطيئة تاريخي وهي؟ وهي فتنة العالم العربي بين سنة والشيعة غير أن هيكل لم يحد نفسه في المجال الصحفي بل دخل العمل السياسي من بابه العريض وتجلى ذلك في صياغاته لخطاب التنحي الشهير الذي ألقاه عبد الناصر بعد هزيمة عام سبعة وستين في وجه الحرب الإسرائيلية كذلك تولى هيكل منصب وزير الإرشاد القومي عام سبعين بعد وفاة عبد الناصر في العام عينه ظل هيكل مقربا للرئاسة التي احتلها أنور السادات لسنوات وكان من صائغي عدد من خطب الرئيس الجديد إلى أن اختلف الرجلين بعد سنوات قليلة لينشر السادات قرارا بنقل هيكل من رئاسة تحرير الأهرام إلى قصر عبدين كمستشار للرئيس فكان رد هيكل الشهير الذي نشرته مختلف الصحف يومها إن الرئيس يملك أن يقرر إخراجي من الأهرام وأما أين أذهب بعد ذلك فقراري وحدي استمر الخلاف مع السادات حتى وصل الأمر إلى اعتقاله في أيلول من عام واحد وثمانين قبل أسابيع قليلة من اغتيال السادات تولى حسن مبارك منصب الرئاسة بعدها ليفرج عن هيكل فورا في كل ما يجري في سوريا أنا عيني باستمرار على موقع معين تمشق وحلب الطبقة المتواصلة في سوريا أنا أعتقد أنها بدأت تقلك مما يجري في الأطراف بص على الخريطة السورية لكن أنا دايما لما تحصل أزمة في سوريا عيني على دمشق وعيني على حلب لأن هناك الطبقة المتوسطة السورية التي هي عناد المجتمع السوري وقال هيكل عهد مبارك من عام واحد وثمانين حتى عام الفين واثنين حيث بدأ يسمع له انتقاضات للنظام الذي وصفه بأنه شاخ وخصوصا بعد ما بدأت تظهر جلية جهود مبارك لتوريث الحكم بعد رحيل مبارك استمع كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد عدلي منصور إلى رؤية هيكل السياسية فيما يتعلق بأمور محلية وأقليمية كما أيد هيكل الرئيس عبدالفتاح السيسي واصفا إياه بمرشح الضرورة وإن وسم هيكل بالشخصية المقربة لمختلف العهود في مصر حافظ على مصداقياته عند شريحة كبيرة من المصريين كحافظ أسار الدولة ومؤرخها الحاضر أبدا في مختلف مفاصل تاريخها الحديث بعد الفاصل حب حرام أحييكم من جديد وننتقل إلى النشرة الفنية من أعداد دارين شهين مساء الخير شو جديد الفنانة شازا حسون منتبع سويا بالتحقيق الحيل وهذا علي اسم الله يجنل الحيل وهذا علي اسم الله يجنل يا ناس دم عسل في بيتنا روحها يا ناس دم عسل في بيتنا روحها شازا شام تعمل شام تقري ها شازا أهلا وسهلا فيك ببيروت نحن بنعفل أنت بين بيروت ودبي أكثر شي عم بتقضي أوقاتك خبرينا شو تحضيراتك جديدة وليش أنت اليوم ببيروت أنا اليوم ببيروت لأنا أول شي بحبة لبيروت ثاني شي عندي شغل إنه كنتصورت كليب الفترة اللي فاتت فجاي عم تشوف المونتاج وكل شي هيا كليب وشو الغنية أغنية من الألبوم الجديد اسمها الحب الطاهر وصورناها في بيروت في دير الأمر مخرج إماراتي ومن بعدها رايحة على دبي ومن بعدها رايحة على دبي ومع دبي إن شاء الله رايحة لكويت وراجع بي يا كلمة عمي اللازم يطلع الغزير شهادتي في أميري الضغة مجروعة يسكن حبيبي كيف وين ما يسكن يسكن حبيبي كيف وين ما يسكن الجلبي مفتوحة لها إلا إن مفتوحة نحن بنعرف دايما بكليباتك في فكرة جديدة في لك جديد في موضة دايما بتحب الموضة و بتابعك على السوشل ميديا بيعرف شو اللوك تطلع في بها الكليب وشو يعني أي ستيل اخترته شوفي وحنا دايما بنعمل الموضة على حسب الستوري بورد الستوري بورد هايدي عملناها إنو أنا بنت إنو في ضيعة في دير الأمر اللبس is more casual than the clipات اللي قبل is casual but at the same time chic أنيق يعني إنو أكيد في برندات يا حبيبتي في هيدا إنو في قصة casual في آخر شي هيك nice dress يعني حيشوفوها في الأخير كتير حلوة فبس يعني إنو بحب هيك ما ما يكون دايما نفس style بحب يعني أغير من كلب لكلب يعني زواج ليه كلكم وعفيني عهالزواج يا عمي مش ضروري بتكون زوجوني لا شوفي ما في زواج ولا حب لا مش قصة ما في زواج ولا حب بس في شغل والحب هو شوفي هلأ ممكن يجي اليوم بكرة بيقل عرفتي أي يعني الحب بس يعني ما في عنجد ما في شي هلأ بس يكون في شي حتكونوا أنتو أول ناس حتعارفو ناس حيكون عندي إيفنت حجمع في كل الصحافة اللبنانية والصحافة العربية في بيروت قريبا جدا وحيكون هيك متل كمين باك لي أنا لكل أحبابي بلبنان صحافة فنانيين عنجد لأنه أنا كمان شتقت اللون بس كنت حابة أعملها هالأسبوع بس أنه مضطرة أجلها شوي لأنه عندي برامج بدي صورة مضطرة روح لكويت بعد المقابة لعملي بعد المقابة هلا تكره معين لك أوكي دهرين شو جديد الممثل قيس الشيخ نجيب والممثل لبناني كالوس عزار وكيف كانت سهرة سان فالانتا مع الفنان أمير ياسبيك منتبع كل هول بالنشرة الفنية بالبانوراما تحديدا كيف كانت أجواء سهرة سان فالانتا مع الفنان أمير ياسبيك نتابع قيس الشيخ نجيب في مجموعة مسلسلات في مجموعة عروض الحياة في منهم كان مفروض يكون بهذا الرمضان بس لعدة ظروف تأجل مجموعة مشاريع في مشروع لحيكون بعض رمضان يعني لحنصوره هلأ قريبا بس هو لحي نارد بعض رمضان إن شاء الله مسلسل بالأردن اللي حعمله هو مسلسل معمول عنه جزء أول من ثلاث سنين هلأ عم نعمله جزء تاني فهي المبدئيا وفي مجموعة قصص عمين حكا فيها بس لحد الآن المشاريع للسما ما استقرت هلأ هون المخرج لبناني فليب أسمر المسلسل الثاني هو المخرج أردني أردن وحادثك أين عارش؟ أنا عايش ببيروت أدي سالك مستقر؟ إني ثلاث سنين تقريباً ومفسوط عنك؟ وأنا كمان بحبكم كتير أكيد وأنا كمان كتير بحبكم ماذا أخبرنا الممثل كارلوس عزار نتابع؟ قبرنا عن كارلوس شو عنده جديد شو تحضيراته كمان؟ بالوقت الحاضر عم صور مسلسل حب حرام للمخرج سامير حبشي النصلا كلوديا مارشليون والإنتاج لأمروة جروب مسلسل هو من ستين حلقة لبنانينية بالمئة معقول إمتين ينعرض؟ معقول ينعرض يمكن بالموسم الرمضاني أنا ما كتير بعرف معلومات من بطولة كارلوس؟ في معنى كتير من مسلين ريت تحايق جوالده غير نقولها دانيال وعشرات المسلين الممتازين الليبانيين هيدا اللي هلأ عم صوره بالإضافة إلى في نصين عم بقراهم تنشوف ممكن شاشة الجديدة يكون اللي حصة كمان؟ شالله يا رب نجوفك عنا كمان؟ شالله نتملنا هيدا كان كل شيء باي واختامها مع رام الأمين سعيدة، مثل ما بالحلقة الماضية فندنا خطاب الرئيس سعد الحريري هالحلقة رح نفند خطاب السيد حسن نصر الله لبيك يا رب نصر الله شو عم بصير؟ يبدو كل مجيب سيرة السيد حسن نصر الله طهنك ناعة، قاله الله وقصر الله وضاحية كلها عربك كيف؟ يا جماعة نحنا مش ناويين نقول شي سلبي عن خطاب سماحته بس إنه هيدا سلاح المقاومة نحنا ما بنستعمله بالداخل بس خليلي عينك عليها أنا متل ما سابق وقلت نحنا مش ناويين أبدا نحكي شي سلبي عن خطاب سماحت السيد لا سمح الله بالعكس السيد حكي ساعة ونص مبارح وأعلن عن انطلاق حزب الله لقدرة تعادل قنبلة نووية في حال قدر يصيب مخازن الأمونيا بحيفا وهالشي ممتاز جدا عم ينتقد الحكومة الإسرائيلية أنهم يهملون 800 ألف شخص يعيشون ضمن مجال التعرض للإصابة وبدل نقل الحاويات يضيفون بنية تحتية إضافية خطيرة هذا الأمر يضيف هذا الخبير هذا الأمر كالقنبلة النووية تماما يعني لبنان اليوم يمتلق قنبلة نووية بس مبارح بعد خطاب سماحته في حدا قصف مستوعبات النفايات بالضاحية وبلعت النار بزبالة وكل أهل الضاحية مبارح اختنقوا بالريحة وبالدخنة يعني إسرائيل مش بحاجة لقنبلة نووية لحتى تبيدنا السلطة السياسية اللي حزب الله جزء منها مكافية وموفية تصبح على خير كان في النشرة الحريري بعد لقائه بري في حوار عين التيني فلت الملأ هذا فيلم مكسيكي صار وحوار الترشان في لجنة البيئة وإذا علنا فيه مفيد باللبنان وهذا واقع المفيد بالروسية ليست أقل من ذلك الدولة رفضت حل النفايات بالمجان أحلم هيك مشروع ما بقى رح يصير أنا اتفاجأت فيه يعني ورقة لط انفجار في أنقرة يوقع العشرات بين قتيل وجريح في رحلته الأخيرة هيكل ساكن في الحسين هذا كان كل شيء شكرا على كرام المتابعة وتصبحون على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر